أحييكم إلى كل موطن من أرضي سوماليا أحيي العالم الذي هو أتفض عالم في هذه القوم أحيي الرئيس هذه الجمهورية السيد أحمد محمد محمد سيرايو أحيي نايم لبائيس عبد الرحمن إسماعيل سيدئي أحيي عينا على مدنس الشيوف والبرمان ألا دارهم أساس هذه الدولة العديمة أحيي على جنود العسكرية الذين يدافعون هذا البلاد بأمسهم يغدونهم بكل شيء يموتون لأجلي يعيشون لأجلي الذين فيه بسببهم نحن جارسون هنا أشخم وأرسل على الفتحاني والدعالي والطولات التهاري لجنود هذه البلاد وأقوم لهم اذبعوا عدو القاتلون بكل قوة جنود بسببكم اليوم أعيش بسلامي طام الذي لا تنبغه بلدان المصير من شرق لنا أحيي على المدعوين والضيوف الكرة ماون وعساء الذين أجهلوا يشاركوني هذه المراسلة رائعة والجميلة التي لم تكن لها من تحت سمزة خاصة الزهاب الأقليم خاصة الأقليم التجلل أحيي على مدير هذه المدرسة مدرسة النعوذ برعا الشديد لتعليم التنمية والمتوسط المدير فرحان محمد بيهي أحيي المعلمين الشرقاء التي لهم رسول الله باللغة باللغة المتعزة أحيي على أمناء إقريم التجلال الذين هم كارسون هنا أمامي إقريم التجلال الذي هو بسدر من مساعد الانتسال وأخذها لها الرائعة التي تتكون من ثلاثة أروان تخذف العندار فيه نجمةанизولها وكلك نجوم سماع الذي هو مكتوب فيه تفير الله أحييي spongة فردا و Sams Nan للأجهر منها وأقول تحيى الشمغال الله تحيى الشمغال الله ياسم عدوها ليتوقع ليموت من يكرهها تغذم بلادنا تغذم بلادنا انت لعدم هذه القارة كما تنرع لكي مش السماء قمع يدع القبر بدلا كما يدير الليل من النهار الباكر قبل هذا نخر تاريخ هذه الدولة العظيمة الحر أود أن أخبركم عشران عن هذه المدينة من هي أتفا مدينة بوعو عشر سيدة أبدي هذه الدولة عبد سوماليا هي المكان الذي انهتل فيها العدو واخر الانتقرار والانتصال سوماليا عن شهوب سوماليا وتغلب الرئيس سياد برية مدينة ديكتاتوريا وحقومته وتهوده هي مصدر الانتصال عبد سوماليا وعمودها الفقر وانتاجاتها الفلاد هي أول وأجمل وزيئتي في هذا البلد بعوري وانتضيوني إلى قرى الأقصد من هي برؤى برؤى هي مستم تغيير بمس باستقلال مستم الانفساد قرى مكتوبة في تاريخ هذا البلد بدفدر اندابي تعني أتخر بتاريخ هذه الجمهورية الحر إنها تاريخ جمهورية سوماليا في السلف تاريخ هذه الجمهورية العديمة ومسكري إشعاعها من سنة 1884 في مؤتمر العقدة في مدينة بارلين الذي هي من قدر إيطاليا وقال على هذا البلد وقال على هذا البلد وقال على هذا البلد يعتبر عوالب سنة 18 وإقسامه من أجلسة أقسام ومنعه من أجلسة بلدان أوروبا في ذلك الوقت الذين قاموا بلدانيا إدارية فرسا وكينيا ويتوبيا بلدانيا أوردت مدينة بلادين أردت سوم الأعلى جمهورية المستقلة المنية جمهورية 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 إداريا أوردت يوحدة لجلوب البلاد فرسلت يوحدة لجيبوتي كينيا التي أوردت للمسابين الذي يشوم الأعلى في ويتوبيا تدعى عزود شعوة من تغسر عليها تحتاج الترمال من الأعلى في الروبيا بعد الترمال من الأويت أخذ الترمال من تتغسر عليها سنة 18-20 وعروف المترجم